بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 بارد 15 كومبريشن لاب سبلايس نتكلم هنا على الكومبريشن لاب سبلايس بمعنى انك لما تيجي تعمل عملية السبلايسينج في منطقة الكومبريشن استريسز او الكومبريشن زون فبنقول اللاب ريكويرد دي بنده على حكتين اللي هو الاف واي والدي بي وده دي بنده على قيمة الاف واي اللي احنا حنشتغل عليها على سبيل المثال لو انا الاف واي اقل من ستين الف بي اس اي يبقى الكلام ده بيساوي point zero 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 five اف واي في دي بي طب لو الاف واي بتاعة الحديد اعلى من ستين الف يبقى اللاب ريكويرد بيساوي point zero 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 nine اف واي مينس 24 في الديامتر بتاع البار انيوي لازم اللاب ريكويرد يبقى اكبر من او يساوي 12 انش في حالة الاف سي اللي هي اقل من 3000 بي اس اي الريكويرد لاب سبلايس شال بي مالتيبلاي باي اربعة على تلاتة طب هل القيم دي حنضربها دايما فاربعة على تلاتة لا عندي كيسز مختلفة في حالة الاعمدة في حالة الطايد كولم الفاكتور ده هيساوي تلاتة وتمانين من مية في حالة السبايرا الكولم الفاكتور هيساوي خمسة وسبعين من مية طيب ده تيبل هنا بيوضح التنشن بار او الاف اس ان كومبريشن بنقول لو الاف اس في الحديد اقل من او يساوي اف واي على اتنين البرسنتج بتاعة السبلايس الستيل اكبر من خمسين يبقى في الحالة دي احنا شغالين على زي الحالة اللي هي التنشن بي طيب لو البرسنتج بتاعة الستيل السبلايس اقل من او يساوي خمسين يبقى انا شغال زي الحالة التنشن ايه لو الاف اس اكبر من اف واي على اتنين يبقى احنا شغالين في التنشن بي يبقى احنا عندنا حالتين للسترس اللي موجود في الكمبريشن ستيل هل هو اقل من اف واي على اتنين او اكبر من الاف واي على اتنين ونرجع نقول ان اللاب اسبلايس لازم يعتمد على البرسنتج بتاعة السبلايس انج ستيل هل هي اكبر من خمسين او اقل من او يساوي خمسين اشتركوا في القناة